بسم الله الرحمن الرحيم اسئلة كتيرة جدا بتتسئلها في قانون الإجارات بالذات هو قانون الإجارات ده أنا بس شابهه بالبسكت لما تحط فيه مياه يطلع من كل ناحية لأنه قوانين استثنائية كتير جدا ووزعج شوية طيب أهم ما في قانون الإجارات هنتكلم عنه من المرة دي أو الحلقة دي هنتكلم على الامتداد القانوني القانون الإجارات للأماكن السكنة الشوء السكنية لين هي دي اللي بتمس طائفة كبيرة جدا وهنتكلم بإذن الله إذا أراد ربنا وأحيان الله على المحلات والأماكن الغير سكنة طيب النهاردة الامتداد الامتداد القانوني النهاردة بعد حكم المحكمة الدستورية اللي صدر في ألفين واثنين عمل لغط شوية هو هل يمتد عقد الإجار لجيل واحد فقط طيب ولا الجيلين ولا التلاتة ولا الأربعة احنا هنعمل معادلة ظريفة جدا معان بعض ونقول بيمتد عقد الإجار إزاي احنا معادلتنا إن عقد الإجار يمتد لمين؟ القانون بيقول لمين؟ للزوجة للأب والأم والزوجة والأبناء المقيمين مع المستاجر الأصلي وقت الوفاة طيب يبقى احنا لازم يبقى عندنا شرطين حد من اللي قلناهم يا أب أو أم أو زوجة أو أولاد الإقامة مع المستاجر الأصلي وقت الوفاة حلو إذا وجد الشرطين مع بعض ليك امتداد طيب لو كنت ابن ومش مقيم وقت الوفاة ملكش امتداد يعني ابن تزوج ومشي وسافر أو قاعد في الزمالك وأبوه قاعد في المهندسين فأصبح هو غير مقيم مع أبوه فمقالوش حق الانتداد يبقى إذا اللاجل من الشرطين يتوفروا إن شاء الله مع بعض السؤال اللي بترح نفسه لمين؟ أب ناخد أمثلة الأمثلة بتوضح أب بتوفى وترك أم وأربع أولاد بيمتد المين؟ بيمتد للأم والأربع أولاد ما يمتدش الأكبر ليهم سناً زي ما بسمع من الناس؟ لا بيمتد للأربع مع بعض يعني إيه؟ يعني الأم والأربع أولاد لغاية آخر حد فيهم ما يتوفق الله يموت طيب أحد الأولاد دول تزوج وخلف يمتد الإبنه اللي هو حفيد المستأجر الأصلي في مثال يمتد ومثال ما يمتدش نقول بقى المعادلة لو المستأجر الأصلي توفق قبل حداشر ألفين واثنين من اليوم التالي لصدور حكم المحكمة الدستورية فأصبح يعني لو واحد لازم نسأل على حاجة معاناة إنه ده عقد إيجار تبقى للقانون الاستثنائية مش عقد إيجار قانون جديد لأن عقد الإيجار القانون الجديد بقى نقوله بالمرة بيمتد المين بيمتد طول الفترة الباقية بعد وفاة المستأجر يعني أنا مأقدر لواحد خمسة وعشرين سنة توفى بعد خمس سنين العشرين سنة يمتدل مين؟ يمتدل كل الورصة قاعدين مش قاعدين بس بشرط إنهم يدفعوا الأجرة يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو واحد توفى وعنده بنتين وزوجة هيمتد البنتين والزوجة؟ لا ويمتد كمان لو ليه إخوة ولاد قال الله يعني إيه أخوان ده ما قالتش قبل لا هم دول الورصة إنت تجيب اللي اسمه في علام الورصة هيمتدل له عقد الإيجار طيبقا لقانون أربعة سنة ستة وتسانين القوانين الجديدة وليس للسلسنائية إحنا دخلنا خطفناها كده المعلومة دي من جوة ونرجع تاني للقوانين السلسنائية طيب متى يمتد عقد الإيجار للحفيد؟ إذا توفى المستأجر الأصلي قبل صدور حكم المحكمة الدستورية في حدواشر ألفين واثنين صدر حكم المحكمة الدستورية إذا توفى المستأجر الأصلي قبل هذا الحكم أصبح بيدي الحق لابنه إنه هو يبقى مستأجر أصلي فحكم المحكمة هيجي يلاقي الابن وقت حكم المستأجر الأصلي تبقى للقانون قبل صدور حكم المحكمة الدستورية فيمدي لابنه اللي هو الحفيد طيب لو المستأجر الأصلي توفى بعد حدواشر ألفين واثنين ده يعتبر آخر جيل ما يمدش للحفيد ولا للزوجة لزوجة الابن مش زوجة الأب المستأجر الأصلي يبقى إحنا إذا توفى المستأجر الأصلي قبل صدور حكم المحكمة الدستورية يمد لابنه وابنه يمد لزوجته أولاده بشرط طبعا إنهم يكونوا مقيمين معاه طيب لو بعد حكم المحكمة الدستورية ما يمدش غير لابنه يعني اللي بقى الاب مات بعد حكم المحكمة الدستورية هيمد لزوجته وأولاده بنتهم ينتهي عقد الإجار وما يتمدش للحفيد فإذا يجوز أن يمتد للحفيد إذا توفى المستأجر الأصلي قبل حكم المحكمة الدستورية ولا يجوز أن يمتد للحفيد إذا توفى المستأجر الأصلي بعد حكم المحكمة الدستورية وده الامتداد فيش وقت امور كتير جدا في الامتداد هناخدها في حلقة تاني بعد اسئلتكو ما تخطونا اسئلة اللي مسافر برا مصر وممكن يمتد للام والام تمدي للاولاد يعني فيش وقت امور احنا نستنى اسئلتكو عشان نجاوب عليها ومن اجابتكو الامسلة انا دايما بعتبر اني افضل شيء واوضح شيء ان الناس تاخد وتدي السؤال العملي فاحنا في انتظار اسئلتكو اللي عايزينا وان شاء الله هنرد عليها في الحلقة الجاية ان شاء الله اذا احيان الله وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة